بالنسبة للغاني والفقير والميسور الحال هل زكاة الفطر متساوية لهم؟ أن هما يدفعوها متساوية؟ طيب زكاة الفطر النبي صلى الله عليه وسلم حددها كلنا صاعم من كذا وصاعم من كذا والقيمة الفعلية أو الواقعية لها تقريبا تختلف من بلد لبلد على فكرة يعني دائما المزكي أو الصائم حين يخرج صدقة فطره وزكاة فطره يخرجها بقيمة أهل البلد الذي يعيش فيه وقيمة البلد الذي يعيش فيه فما ينفعش واحد يعيش في النمسا ويخرجها بقيمة أهل مصر يعني مصر مثلا حددت دار الإفتاء المصرية زكاة الفطر بخمسة وثلاثين جنيه خمسة وثلاثين جنيه هذا هو الحد الأدنى لاتنين كيلو ونصف تقريبا من الحبوب وقالوا هذا القمح الروسي أو الأوكراني يعني في السوق حوالي سلاسة عشر أو أربعة عشر جنيه فهذه القيمة تقريبا فحددوها على هذا المنطلق عندنا في أوروبا كانت القيمة عشر يورو هذا هو الحد الأدنى الحد الأدنى هذا يشترك فيه كل من يخرج زكاة الفطر كل من يخرج زكاة الفطر لكن دائما نقول أن على الغني مسؤولية أكبر على الغني مسؤولية أكبر من الفقير أو ميسور الحال لأن الله سبحانه وتعالى وسى عليه وأعطاه ومن سمى ينبغي عليه ينبغي ولا يجب ينبغي أن يستحب في حقه أن يخرج أكثر من القيمة الواقعية المحددة بدلا أن يخرج عشرة قد يستطيع أن يخرج عشرين أو يخرج ثلاثين أو يخرج أكثر أو أقل من الثلاثين أو الأربعين إلى ما شاء وهذا بنص القرآن فمن تطوع خيرا فهو خير الله يعني كل يدفع من ساعته يعني كل يدفع من ساعته لكن الحد الأدنى عشرة يورو نعم الحد الأدنى عشرة يورو في أوروبا يعني زكاة الفطر للفرد في أوروبا أو في النمسا عمتا عشرة يورو هكذا حددها العلماء وحددتها يعني مجلس الإفتاء الأوروبي ولجنة الفتوى في كثير من البلاد الإسلامية بهذه القيمة شكرا للمشاهدة